من لجنة الانضباط الموجودة في اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم أو لجنة الانضباط المنبثقة من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم الحقيقة من بداية تولي هذه اللجنة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم من بداية تولي هذه اللجنة وحتى الآن كلنا أو هناك قناة نادي الأهلي بنساند هذه اللجنة وبشدة وبعيدا عن أي أمور وبعيدا عن كل الكلام اللي بيتقال وبعيدا عن إن هناك أشياء معينة بتحصل لسبب نادي بعينه أو حاجات كتيرة جدا اتكلمت حتى فيها مع حضراتكم ولكن بشكل خفيف لكن لما ظهرت هذه العقوبات الحقيقة أثارت بعض من علامات الاستفهام أو مش من بعض أثارت الكثير والكثير من علامات الاستفهام على هذه العقوبات لأن الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت الدولة وكل أجهزة الدولة حريصة على شيء واحد فقط وهو عودة الجمهور ده اللي اعنا عارفينه خلال الفترة اللي فاتت وكل الناس بتسعى لشيء واحد فقط وهو عودة الجمهور يعني كل القيادات اللي موجودة بتسعى لعودة الجمهور وبالتالي بتخرج لجنة الانضباط وابتضع عقوبات غريبة جدا وعقوبات شكلها غريب جدا 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 وعقوبات من الواضح أن هي بتضع عراقيل أمام عودة الجمهور مرة أخرى ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه الحقيقة يعني أن أنت دايما لما بتحب ترجع الجمهور وهنا أنا لما أجي أتكلم مع حضراتكم أتكلم معاكم يعني إيه نجم؟ عشان برضو الناس اللي بتتكلم على اللي حصل خلال يومين ثلاثة اللي فاتت يعني إيه نجم؟ النجم ده لما بيوضع في موضع غلط النجم أو الأسطورة ده لما بيوضع المفروض يعني لما بيوضع في موضع خاطئ من المفترض أنه هو يتعامل كأسطورة أو كنجم ده اللي أنا عرفه ده اللي أنا تعلمته ده اللي أنا عارفه فالإجراء اللي حصل من لجنة العقوبات خلال الفترة اللي فاتت كان إجراء ضعيف جدا 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 ضد من تجاوزه في حق النادي الأهلي خلال هذه الفترة إجراء ضعيف واضح جدا أنه هو إجراء ضعيف جدا وفي نفس الوقت هذا الإجراء بعيدا عنه هو إجراء ضعيف وكذا وكذا ولكن الإجراء ده بيستفز كل جمهور الطرف الآخر اللي هو النادي الأهلي بس قبل ما أكمل معاكم في الموضوع ده عايزة أشرح لكم يعني إيه كلمة فخ موسيقى شكرا